السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الكرام من لطائف الآيات في القرآن الكريم ما نقرأه في مطلع سورة الممتحنة أو الممتحنة يقال الممتحنة و الممتحنة و هي قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَا هذه الآية الكريمة نزلت في صاحبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه حاطب ابن أبي بلتع حاطب ابن أبي بلتع حاطب ابن أبي بلتع صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بدرا وأهل بدر لهم خصوصيتهم بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على فتح مكة وأراد أن يبقى الأمر سرا سبحان الله غلط سيدنا حاطب فأرسل خطابا بشكل سري إلى قريش يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك وأرسل خلف المرأة التي كانت تحمل الخطاب إلى الرسالة يعني إلى قريش وأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما هذا يا حاطب ما هذا يا حاطب قال يا رسول الله لا تعجل علي والله ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني ولا يعني أنني رضيت بالكفر بعد الإيمان ولكني أنا لم لست من قريش أصالة أنا ملحق بهم وملصق بهم هم الذين معك من المهاجرين لهم قرابات في مكة يحمون أنفسهم بتلك القرابات أما أنا فليس لي أحد فأردت إذ فاتني النسب في قريش أن أجعل عند أهل مكة من كفار قريش أجعل يدا عندهم حتى يحفظوا لي مالي وقرابتي الذين في مكة فلا يؤذوني ولكني والله ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم أما إنه قد صدقكم سيدنا عمر اعتبر هذا غدرا وخيانة بل اعتبره ردة فقال يا رسول الله دعني أضرب علق هذا المنافق فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما يدريك يعني وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فدمعت عينا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إذن أيها الإخوة مع عظم ما فعله سيدنا حاطب يعني الآن هذا بيسموها في عرف العصر أشبه ما تكون بالخيانة العظمى الذي يوصل أسرار بلد إلى بلد معاد يسمونه خيانة عظمى مع كبر هذا الأمر لكن الله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم لم ينسى فضل سيدنا حاطب وأنه هاجر في سبيل الله وأنه حضر بدرا فلم يعاقبه ولكنه عاتبه ونزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا هذه شهادة لسيدنا حاطب بأنه مؤمن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يعني إذن نأخذ من هذه القصة أيها الإخوة إذا غلط الواحد منا في عصرنا ليس معنى هذا أن نلغي ماضيه ونلغي تاريخه ونمح المئة بواحد هذا ليس من العدل والإنصاف بل نطرح من المئة واحدا فيبقى له تسعة وتسعون حسنة وفضلا نسأل الله عز وجل أن يخلقنا دائما بالأخلاق القرآنية التي هي نبراسنا والتي هي قدوتنا إنه تعالى سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته